ماذا تفعل لو أردت أن تخلد اسمك؟ ابني هرمان هكذا فكر الفراعنة وهكذا فكر رئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتيرون عندما أضاف هرمان إلى أشهر متاحف باريس وربما العالم، مطحف اللوفر هذا الهرم هو مدخل المطحف وذلك المدخل مفتوح للزوار اعتبارا من اليوم بعد إغلاق استمر 16 أسبوعا الهرم أو بيرامد لوفر هو هرم زجاجي هيكله معدني يحيط به ثلاثة أهرمات أصغر في الباحة الرئيسية المسمى ساحة نابوليون تم الانتهاء من إنشائه عام 1989 أصبح معلما لمدينة باريس لمحة سريع عن تاريخ هذا المطحف هو قصر الحكم القديم في باريس قصر فرانسوا الأول عام 1984 حلم الرئيس فرانسوا ميتيرون بتغيير باريس بجعلها تعانق الحداثة المعمرية وبتخليد اسمه فكلف المعمري الأمريكي الصيني آي ام باي بالمهمة سطر باي في باحة اللوفر أشهر أعماله وأبسطها كانت ضربة عبقرية على باب أكبر خزانة عبقرية الفنية في العالم متحف اللوفر اليوم يعاود اللوفر فتح أبوابه بقدرة استعابية مخفضة ومع سمرار إغلاق ثلث قاعاته كورونا والإغلاق تسببا بخسارة المتحف أكثر من 45 مليون دولار على صعيد مبيعات البتاقات وأن تكون كل أجزاء هذا المتحف متاحة للزيارات ستقتص الأقسام التي ستفتح للجمهور على 70% من المساحة الإجمالية البالغة 45 ألف متر مربع ومنها قسم الآثار المصرية الموناليزا أيضا ستستقبل زوارها ولكن مع إلزامهم بوضع كمامات ومع تحديد مسارات الزيارات بإشارات ومنع عودة الزائر إلى الوراء وتحسبا لمئات الزوار الذين يرغبون بالتقاط صور تذكارية مع أشهر لوحة في العالم ألسقت على الأرضية إشارات تحدد الأماكن التي يسمح الزوار بأن يقفوا فيها لالتقاط السلفي